أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة المقبلة لا سيما في ضوء ما يحتله ملف الهجرة من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وأكد مدبولي خلال اللقائه مع المدير العام المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة إميبوب في العاصمة الإيطالية روما أهمية الحاجة لتطوير أليات التعامل مع ملف الهجرة واستحداث منهج عمل تساعد في معالجة جذور ملف الهجرة غير الشرعية كما تسهم في تخفيف الأعباء عن الدول المستضيفة لللاجئين من جانبها توجهت مديرة المنظمة الدولية للهجرة بالشكر لمصر لاستضافتها عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين وتقديمها كل الخدمات اللازمة لهم رغم التحديات والأعباء الاقتصادية التي تترتب على ذلك كما أضفت أن الجوار الجغرافي جعل مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السودانين في أعقاب اندلاع الصراع في السودان